قبل عدة أيام افتتحنا ملف وقضية المطالبات بتكييف مناهج السادس الإعدادي وتحديدا الفرع العلمي بعد إلغاء التطبيقي والأحيائي من بعد ما اتوالت عدة مناشدات من المدرسين والطلاب بيعادة تصليط الضوء على الموضوع ونحن كبرنامج نريد نوصل صوت أصحاب المناشدات للجهات المعنية واللي بدورها تقيم الحالات وتقوم بحلها ضمن الممكن مراسلنا عمر كريم أجرى استطلاع بهذا الخصوص خلي نشوفه من بعدها راح نروح إلى ضيوفنا حتى نحاورهم بشأن هذا الملف اليوم طالب الصف السادس بالتحديد هذا الطالب من مواليد 2006 هذا الطالب بمرحلة الأول متوسط عبر عبور تام بدون أي دراسة ممكن أنه درس شهر بمدارس وتعرفون الأسباب السابقة وبمرحلة الثاني متوسط درس دراسة إلكترونية إلى مرحلة نصف السنة وأيضا عبر وبمرحلة الثالث متوسط اللي هي المرحلة الوزارية المهمة هذا الطالب تم حذف إلى أهم منهجيا اللي هو منهج الفيزياء ومنهج الأحياء أي بمرحلة الثالث متوسط مدرس لا منهج أحياء ولا منهج الفيزياء ووصل إلى مرحلة الرابع العلمي أيضا درس بنظام الحدوفات والدراسة الإلكترونية إلى أن استقر الوضع العام بمرحلة الخامس الإعدادي وصل إلى مرحلة السادس وهو أربع سنوات دراسية يدرس الحدف والتقليص والعبور وهي تعتبر من الأساسيات المهمة لنطالب هذه المرحلة اللي هي من الأول إلى الرابع هسا إحنا الظرف بصراحة استقر خلينا نجي نقول استقر الوضع بالطالب الرابع طالب الخامس طالب الرابع أخذ المادة إن شاء الله السنة كلها رح ياخذها بالخامس رح ياخذها كلها على السادس أوكي هو تعود على هذا الشيه بس هسا الطالب اللي صعد للسادس العام كان عنده تقليص أول العام كان عنده تقليص فبصراحة أكو شياء لها علاقة بالمواد اللي مطروحة بالرابع وبالخامس ذو صلة بالمواد اللي موجودة عندنا بالسادس فبصراحة احنا نتمنى من الجهات العليا انه ينظرون نظرة عاطف على طالبنا حتى يقدر يشتاز هذا الامتحان نزل قرار قبل الدوام بشهرين او ثلاثة ان المناهج راح كاملة صراحة انا كمدرس مسمعت مناهج كامل خليت خطة ببالي ان الدوام اقل شي بدي من واحد تسعة وهذا المعروف عليه يعني سابقا الدوام بدي واحد تسعة والمناهج هي نفس because سابقا نفس المناجح الحالية اي تغيير ماكو فاحنا عمودين نكمل المنهج كمدرسة ويهاي العطال اللي هوايه لازم دوام بدي واحد تسعة من بدل دوام واحد عشرة انا كمدرس واحد يعني من المدرسين قلت الطلاب انه راح يجي تقليص مية بالمية لان ما عدنا غير هذا الحل لازم يجي تقليص لان الدوام بدي واحد عشرة ويكمل المنهج مستحيل يعني وهذا مو رأيي رأيي جميع الأساتذة اللي تواصلت بيئاهم كطالب ما عندما كان يدخل خصوصي على المنهج صعب جدا يطالع معدل أصلا صعب جدا ينجح بصراحة لأن خلقنا كنوا واقعين مدرسين كل جديد يتعبون بمدارس بس المدرس ما يقدر يتحق المادة ويهاي العطل ويهاي الدوام القليل خلقنا كنوا واقعين الدرس 45 دقيقة أغلب المدارس الحكومية أعداد الطلاب هاء لبصف يعني هناك صفوف من خلال تواسطة ويهاي مدرسين حتى 70 طالب الصف بينما يأخذوا الحضور يستريحون يعني هاتها نص الدرس فما يقدر انطمادة كاملة فصعب على طالب ما عندما كان يدخل خصوصي طلب صراحة معدل مدى نقدر ندرس إحنا هيت شي يعني من كانت قليلة إحنا يعني إنه شون أسهل إنه نقدر نضم وقتنا إنه نقدر نقراها بشكل سهل هسه هواية كثفت وده صير أصعب الساعات تكفيكم لدراسة كل المواد كل المناهج؟ طبعا لا يعني إحنا مدى نلاحق نسوي أي شي يعني لدي نقدر ندرس لدي نقدر نضم وقتنا بشكل زين إنه كوش هواية دي يصعب علينا الموضوع كطالب أسادس شطوا البين من وزارة التربية؟ إنه ياريت يراعوني إنه إحنا كلش دي نتعب وإنه يقلصون المواد أحط له يعني أبسط من السنين قبلها بس إنه على أقل تخليص إنه نقدر ننظم وقتنا بشكل زين من الرابع إلى حد سادسة تقريبا بس الكيمية بس عدنا مادة تلفزية من الثالث متوسط وإحنا الثالث حاثفيننا تقريبا نصو المادة ومامتحننا كإنه امتحان وزاري فما نطعنا أهمية للمادة فيعني الرد إنه إلا حذف على مود نقدر نسيطر على المادة لنصوها ما شلنا قاريها وما نطيعنا على هذا الشيء بها اشتركوا في القناة